أهلا بكم لا يعرف حدودا لبشاعته ولم يفرق بين سني وشيعي ولا طفل ولا شيخ ولا مدني ولا عسكري يستهدف الكل ويكفر الكل لتصبح يداه ملطخة بالدم الحرام ولم يتوقف عند هذا بل فجع المسلمون من جديد باستهدافه بيوت الله دون حرمة أو رادع لكتاب الله اعدل يا محمد هكذا خاطب مؤسسهم وراعي فكرهم الخارجي رسول العدل صلى الله عليه وسلم ليأتي من بعده صدق وعد المصطفى فيخرج من ضئضي هذا الرجل أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم لتستمر فتنتهم إلى يومنا هذا حجة علينا لنتدبر أمر ديننا ونعرف ممن نأخذه ونهتدي به يراقب العالم الإسلامي منذ فترة جرائم داعش بحق المسلمين في سوريا والعراق بكل أسى لهؤلاء الصبية كيف ظلوا طريقهم ووجهوا بنادقهم إلى نحور المسلمين بين الركع والسجد بين يدي الرحمن عندما ظن الجاهل أنه سيقابل ربه بعمل صالح وبأنجاز عظيم عمد انتحاري إلى تفجير نفسه في مسجد لقوات الطوارئ في أبهى ليستشهد على إثر هذا الحادث خمسة عشر شهيدا وأربعين مصابا تنظيم داعش عمد منذ فترة إلى استهداف المساجد بدول الخليج في سياسة تؤكد حراف العقيدة لهذا التنظيم الإرهابي واستغلاله لصغار السن في خدمة أهدافه واستراتيجيته الجديدة فقد فجر مسجد القديح والعنود في المنطقة الشرقية كما فجر مسجد الإمام الصادق في الكويت في محاولات لنشر الفتنة الطائفية باستهداف الشيعة ليصطدم التنظيم الإرهابي بوحدة وطنية لم تترك له مجالا لنشر فكره التخريبي لينتقل الآن إلى استهداف مساجد السنة كما حدث في جريمته البشعة لمسجد الطوارئ بمحافظة عسير ليؤكد التنظيم بشاعة فكره وعدم تفريقه بين أحد في تكفيره وإنزال أحكامه ينضم معنا عبر الأخمار الصناعية من القاهرة دكتور مختار الغباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية معلقا على ملفات الليلة ومن العاصم الأردني عمان ينضم معنا أيضا في هذا الملف دكتور حسن أبو هنية الباحث المختص في الحركات الإسلامية وأبدأ معك دكتور أبو هنية كمراقب يعني من الخارج لماذا يستهدف التنظيم تنظيم داعش المملكة تحديدا في عملياته الأربع حتى الآن في هذا العام الهجري 1436 وكذلك خطابه الإعلامي لماذا التركيز على المملكة؟ أعتقد أن التنظيم يعني يولي السعودية أهمية فائقة ربما لم تحظى أي دولة في العالم العربي والإسلامي بمساحة واسعة من الخطاب الإعلامي أكثر من تنظيم دولة إسلامية داعش شاهدنا البغدادي في آخر خطابين في تشرين ثاني من موينبر وفي مايو أيار الماضي يستهدف السعودية بشكل أساسي لأن السعودية بغساطة هي تمثل بلاد الحرمين الشريفين يعني ولذلك هي تمثل الإسلام السني بشكل أساسي التنظيم يسعى من خلال الهجوم سواء كان الدعاء الإعلامي أو كان عبر عمليات التفجير إلى خلق حالة من البلبلة وضرب الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي ولذلك شاهدنا التنظيم تتنوع هجماته بشكل استراتيجي واضح تتوجه في البداية في المنطقة الشرقية في الدمام وفي الأقطيف إلى مساجد شيعية لمحاولة إثارة المسألة الطائفية وبالتالي خلق حالة من التنازع الاجتماعي وبالتالي ربما دفع الحكومة السعودية إلى اتخاذ مواقف قد تحرج كثير من السعوديين وثم بعد ذلك تطور التنظيم إلى مهاجبة ليس فقط في المسألة إنما في أبهى مع قوات الطوارئ أعتقد بأنه وهو سنة التنظيم نعلم بأنه هو هذا جيل جديد من هؤلاء المقاتلين والجهاديين يرتكز على موضوع أولوية قتال العدو القريب هو يعتقد بأن هناك أولوية لقتال العدو القريب ما يسمى بقتال المرتدين وبالتالي هو يقوم على نهج يستند إلى توسيع دائرة الاستهداف بالاعتبار بأن هؤلاء المنخرطين في صفوف سواء الجيش أو الدولة بشكل عام على اعتبار بأنهم كفر ومرتدين ولذلك التنظيم تمكن من محاولة الضرب مثل هذه الأهداف لتحقيق غايات في النهاية يسعى إلى خلق عملية فتنة اجتماعية في الداخل وبالتالي تمهيد لعمليات سيطرة وتمكين طيب دكتور حسن هل تعتقد أن التنظيم كان يراهن على إحداث فتنة طائفية في السعودية في الحوادث الثلاثة الأولى التي استهدف فيها مساجد الشيعة ثم لما فشل في ذلك تحول إلى استهداف مساجد السنة في الحوادث الأخير وتحديدا رجال الأمن فيه هذا صحيح ولذلك شفنا رأينا كيف أن التنظيم وصع نطاق استهدافه للمساجد الشيعة سواء في اليمن أو في السعودية ثم في مسجد جعفر الصادق في الكويت بمعنى كان يعلم بأن هناك في المنطقة شرق كبير بين المكون السني والشيعي وأن هناك استثمار لعملية الهيمنة الإيرانية على المنطقة وانتشار المليشيات الشيعية ليقدم نفسه بأنه ممثل وكأنه يدافع عن الهوية السنية والمسلمين بشكل عام ولذلك التنظيم أعتقد بأنه كانت هناك ردود مغايرة في السعودية شاهدنا أكثر تضامنا مع الضحايا وكذلك مع السعودية وكذلك في الكويت ولذلك التنظيم عاد إلى النهج الأساسي وهو توسيع نطاق الاستهداف ليقول بأنه لا تقتصر أهدافه فقط على إثارة الفتنة الطائفية وإنما على خلق تساؤلات حول مشروعية النظام ولذلك أعتقد بأن التنظيم يعمل وفق هذه الاستراتيجية ويحاول أن يشكك في شرعية ومشروعية ليس فقط السعودية إنما كل الدول السنية في المنطق طيب أتحول إلى القاهرة دكتور مختار غباشي هل تعتقد أن تنظيم داعش وصل إلى حالة من التخبط وأصبح يضرب بعشوائية هنا وهناك ويقتل في الأبرياء؟ يعني حالة من التخبط ليس واضحا هو ما زال له وجود بشكل أو بآخر وخليني أضيف لما طرحه زمننا على الهوى إنه هو يريد إحداث خلخلة في الواقع الداخلي لأنه أي حكومة أو أي إرادة سياسية بلا ظهير شعبي إلى حد كبير جدا سيكون هناك مشكلة في قرارات يكون النهاردة تنظيم بيقدم على مساجد للشيعة ثم بعد ذلك يقدم على أماكن موجودة فيها السنة بشكل أو بآخر يريد أن يحدث خلخلة في الداخل أو شكل من أشكال عدم الثقة ما بين جموع المواطنين في الداخل وما بين الإرادة السياسية الحاكمة ودي مسألة خطيرة جدا وللغاية الإشكالية الآن هي أن هذا التنظيم بطرق أو بآخر هو واضح أنه يمتلك آلية إعلامية كبيرة بجانب تقنية وقدرة على وضع متفجرات في أماكن متفرقة بعيدا عن أعيد الأمن بصرف النظر عن عنصر المراقبة أو عنصر التتبع بالنسبة له ودي محتاجة آلية جديدة في التعامل معه بدرجة أو بآخر لأن كنت لا تتحدث عن تنظيم موجود في مكان واحد أو في مدينة واحدة أو في دولة واحدة تتحدث عن تنظيم ينتشر بشكل كبير جدا تقريبا هو موجود في ربوع العالم العربي بالمجمل ويستغل بشكل أو بآخر الصراع الطائفي أو الطائفية السياسية الموجودة في العراق بدرجة كبيرة ثم يستغل الوضع المنهار داخل الصحة السورية بدرجة أكثر ثم يستغل الوضع داخل المملكة العربية السعودية وهي عنصر التزان من الناحية الدينية الموجودة في العالم العربي والإسلامي وإلى حد كبير جدا هي قبلة من القبل المهمة جدا اللي التعويل عليها في غاية الضرورة بجانب انتشاره في كثير جدا من الأماكن الموجودة في العالم العربي مدينة عرسال اللبنانية ثم شبه جزيرة سيناء ليبيا اليمن وغيره ودي مسألة الحقيقة خطيرة واجب علينا نحن العرب أن يكون هناك شكل من أشكال الآلية الموحدة في التعامل مع هذا الواقع الجديد لهذا التنظيم نعم دكتور حسن أبو هنية بالنظر إلى الأوضاع من حولنا الأوضاع في سوريا والعراق هيمنت إيران على القرار السياسي هناك ما نراه من محاولة زعزعة الأمن في الدول العربية القاء القبض على مجموعات في الأردن والبحرين تابع للحرس الثوري هل من ارتباط قواسم مشتركة في استهداف الدول العربية؟ لا شك بأن أعتقد أن نعلم أن هذا التنظيم يعني تنظيم الدول الإسلامية داعش هو انعكاس لأزمة سنية حدثت بسبب النفوذ الإيراني والمسألة الطائفية الشيعية هذا هو يستثمر التنظيم هذه الحالة وبالتالي أعتقد بأن إيران هي العامل الأهم في انتشار التنظيم وذلك شهدنا عندما بدأت السعودية في تنفيذ عاصفة الحزم منذ أذار مارس الماضي في محاولة الحد من هذا النفوذ شهدنا نوع من الالتفاف في اليمن وفي مناطق عديدة وشهدنا حتى فصائل ثورية سورية تعلن تأييدها لهذه العاصفة بدءا من أحرار الشام وليس انتهاءا بجيش الإسلام إذن يعني الإيران هي أحد أهم عوامل مدامة إيران تتمكن من تنفيذ عمليات وتمد مليشياتها وتتوسع في العراق وفي سوريا وفي حزب الله في لبنان وفي اليمن وفي مناطق عديدة وفي البحرين بالتأكيد أن التنظيم يحاول يجد هناك نوع من الخطاب والسردية وكأنه يدافع عن التمثيل السني العامل المشترك في كل هذه التفجيرات بأن منفذي هذه الهجمات هم يناهضوا ما يعتقدوا بأن هناك صمت أو عدم التعامل مع المكون الشيعي في العالم العربي وعدم وجود رد على مثل هذا الأمر لكن في موضوع أن التنظيم يعيش حالة تخبط وفقا لشكل العمليات التي ينفذها هنا وهناك على فترات متباعدة أو أنه بالفعل يعمل وفق آلية منظمة كيف تنظر إلى ذلك أنت كمراقب حاليا أعتقد أن التنظيم لديه وجود أساسي في العراق وسوريا وهو يسيطر على مساحة واسعة تمتد من موصل في العراق حتى حلب في سوريا ولكن التنظيم تمكن من اجتذاب كما تعلم يعني التقرير الأخير لقدم مجلس الأمن في مايو عيار الماضي يشير إلى وجود 25 ألف مقاتل تحقوا تعلم أنه السعودية لوحدة هناك 2500 مقاتل تحقوا بهذا التنظيم بمعنى التنظيم لا زال لديه جاذبية لكن نقاط الأساسية هو وجوده في العراق وسوريا ووجود ما يسمى الولايات سواء كانت في السعودية أو اليمن أو في سينا أو في بوكو حرام في نيجيريا أو في ليبيا وغيرها من المناطق أعتقد هي لتخفيف الضغط عن الأوجود لا أعتقد أن هناك نوع من التخبض أعتقد أن هناك استراتيجية للتنظيم لمحاولة يعني زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل كامل وبالتالي يعني يحاول أن يخفف الضغط بشكل أساسي لكن التنظيم مواضح بأنه يعني يحقق تقدم ولا يوجد هناك استراتيجية دولية ناجعة وناجعة لمحاولة إخراجه من مناطق التي سيطر عليها والأهم من ذلك بأن مدام التنظيم موجود في هذه المنطقة فبالتأكيد أنه يستطيع لديه التمويل الكافي لديه مليارات الدولارات لديه المساحة الواسعة ولديه المجندين وبالتالي قادر على التفكير والتخطيط بكل سهولة لتنفيذ عمليات بشكل واسع ممتدة في العالم العربي بل يتجاوز حتى في أوروبا كما شاهدنا في هجمات باريس وغيرها من الهجمات طيب فيما يخص أيضا الواقع على الأرض في المنطقة العربية وتحديدا منذ عاصفة الحزم قبل أكثر من أربعة شهور واجتماع العرب في ردع التمدد الإيراني في اليمن وأيضا التحدث ربما عن خطوات ماثلة في دول عربية أخرى هل كان لها أثر على هذه التنظيمات واستقطابها للشباب برأيك؟ بالتأكيد أعتقد بأن أحد القضايا الأساسية التي ساهمت ربما في تراجع التنظيم وتقدمه عملية عاصفة الحزم شاهدنا كيف هناك حدث التفاف كبير من العالم العربي سواء على الصعيد الرسمي والأهم على الصعيد الشعبي والأهم بشصورة أكبر على الصعيد السعودي الداخلي كان هناك شاهدنا هناك تضامن كبير وتلاحم كبير يعني ظهر جليا في عاصفة الحزم وكانت هناك نزع محاولة تفرد التنظيم في أظهار بأنه يدافع عن هوية سنية ممتهنة وذلك شاهدنا خطابات التنظيم تصدر وتخصص خطابات خاصة بعملية عاصفة الحزم وتصفها بعاصفة الوهم وغيرها من الأوصاف لتقول بأن هذا الأمر غير صعي أعتقد أن العاصفة تمكنت من نزع نوع من أسس جاذبية التنظيم باعتباره يمثل السنة في المنطقة طيب دكتور مختار غباشي في القاهرة هل من وصفه برأيك للتخلص من هذا الوباء الذي انتشر في جسد الدور العربية بهذا الشكل وأصبح يعني ينفذ عملياته الإرهابية هنا وهناك يعني بالتأكيد هناك وصفات مهمة وفي غاية الأهمية لو أنت نظرت إلى تنظيم الدولة على وكه الخصوص كيف انتشر في العراق لو لا الطائفية السياسية التي وجدت في العراق ما كانت تنظيم الدولة وما كانت داعش ارجع كيف كانت ولاية داعش الأولى في 2006 وكيف انتهت على يد الصحوات داخل العراق في 2007 بدون لا تدخل دولي ولا إقليمي ولا تحالف دولي أو الأخر من هذا القبيل ثم حصل هذا التدخل الثاني اللي حصل بعد التظاهرات اللي أقيمت داخل محافظة الأنبار في الفلوجة والرمادي والتعاطي المخطئ للحكومة العراقية مع هذه التظاهرات اللي كان معظمها مطالبات ببعض المطالبات الخاصة بأهل السنة في هذا النطاق أدت إلى دخول داعش في هذا الدخول ثم السيطرة على المحافظات العراقية الأربع الأنبار وصلاح الدين ونيناوى وديالة وإلى حد كبير جدا وجدت في أرضية العراق ظاهرة شعبية أو حاضنة شعبية لهذا التنظيم أدت إلى استمرارية وجوده حتى هذا التاريخ برغم أن هناك تحالف دعوة بتقود الولايات المتحدة الأمريكية وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية وهناك أكثر من ستين دولة برغم البشمرجة الكردية برغم القوات الحكومية العراقية لكن ما زالت هناك حاضنة بدرجة أو بأخرى وما زال له وجودة على الأرض لو أنت انتقلت من الساحة العراقية إلى الساحة السورية هتلاقي الوضع أيضا هذه الحالة من التحلل الموجودة داخل الساحة السورية وهذه الميليشيات بأيدولوجيات شتة إذا كنت بترى تنظيم الدولة داعش أو جبهة النصرة اللي هو أصل التنظيم المنسلخ منها ثم هناك أحرار الشام وجند الشام وجيش الفتح والفرق 101 والفرق 103 وأيدولوجيات شتة ولا تعلم من يحارب مع من ولا من ضد من ولو انتقلت من الساحة العراقية والساحة السورية إلى الساحة اللبنانية هتلاقي مدينة العرسال وقوات فجر الإسلام اللي بايعت داعش وإلى حد كبير جدا لها وجود كبير في هذه المنطقة ثم انتقل بقى إلى أماكن أخرى متفرقة في العالم العربي جبل الشعنبي في تونش في جزيرة سيناء ثم ليبيا ثم جزء كبير جدا موجود في الساحة اليمنية وغيره أنا متصور بدرجة كبيرة جدا علينا أن ننهي من يسمى الطائفية السياسية أو بالصراع الطائفي اللي معالمه الرئاسية وجدت داخل العراق على وكه الفقر ومازال الجزء الثاني واجب أن يكون متفتل من أشكال الفكر التنويري اللي يستطيع أن يواجه هذا التنظيم بكوادر لها حاضنة ولها أرضية شعبية وإحنا في مصر جربنا هذه المسألة السبعينات والسبينات على يد الشيخ مطول الشعراوي والإمام محمد الغزالي وغيره اللي عملوا ما يسمى بعملية المراجعات في الجماعات المتشددة اللي كانت موجودة في مصر فوقت من الأوقات إحنا محتاجين آلية موحدة في العالم العربي بشكل كبير وأنا متخيل أنه بشكل أو بآخر لابد أن يكون هناك اجتماع استثنائي خلينا أقول لك على مستوى القمة اللي يكون على مستوى الوزاري طيب تضحت الفكرة يا دكتور مختار شكرا لك دكتور مختار اسمح لي فقط لضيق الوقت تضحت الفكرة أنتقل إلى عمان قبل أن ينتهي الحجز مع ضيفي من هناك دكتور حسن أبو هنية ما هي قراءتك المستقبلية لما سيجري في الأيام القادمة على ضوء العمليات التي نفذها تنظيم داعش في السعودية في الاعتداءات الأربعة السابقة وعملية إحباطها كيف ستكون مؤثرة في الفترة القادمة أعتقد أن هناك السباق بين الأجهزة الاستخدارية الأمنية في سعودية وفي العالم أجمع وضينا هذا التنظيم شاهدنا بعد تفجيرات المساجد في مايو وإيار الماضي في سعودية تمكنت سعودية من إلقاء القبض على مجموعة كبيرة من الخلايا تفوق أكثر من 491 شخص ألقت عليهم الداخلية القبض ولكن مع ذلك نجد أن هناك لا يزال التنظيم قادر على التعبئة والتجنيد وتنفيذ عمليات كما حدث في تفجيرات مسجد الطوارئ ولكن أعتقد أن الأمور تحتاج إلى لا شك بأن نحن نحتاج إلى مقاربة تكاملية شمولية أكبر لتصدي لهذا التنظيم والأهم أعتقد أن يجب أن يتكون نوع من التحالف العربي الإسلامي السني لمواجهة هذا التنظيم وربما تحتاج إلى أمور أكثر حزما كما هي الأمر في اليمن وكذلك في سوريا على الدول العربية والإسلامية السنية أن تتخذ إجراءات لمواجهة إيران بشكل أساسي ومنع تمددها لأنه هذا قضية أساسية هي التي تدفع بالشباب إلى الالتحاق بتنظيم الدول الإسلامية داعش ولذلك السعودية عليها دور كبير في قيادة تحالف سني لمحاولة إخراج الماليشيات الشيعية التي تنتشر في مناطق عديدة وهذا يجعل من قدرة التنظيم على التعبع والتجنيد الأيدولوجي والدعاية تضعف بشكل كبير شكرا لك دكتور حسن أبو هني الباحث المختص في الحركات الإسلامية ضيفي من عمان كما أيضا أشكر موقعا دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية من القائرة ابقى معنا للمشهد التالي